السلام عليكم متابعينا الحلوين واهلا بكم معنا في وصفة جديدة من قناتي مطبخ صارع دية النهاردة هنعمل مع بعض كسات شيس كيك القهوة بس بطريقة مبتكرة شوية ومختلفة عن المتعودين عليها بس المهم ان تعمها بجد روع حيعجبكم جدا حلوة كده حينعيشكم يعني وخصوصا اللي بيحبوا القهوة بس يا ريد قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات او البول ودلوقتي يلا بينا بسرعة نشوف طريقتنا لذيذة جدا مع بعض اول حاجة افتصى على النار هبتدي باني احمص كوباية من اللبن البودر طبعا ديه كده هتدي طعم حلو جدا في الوصفة بس نخلي بالنا واحنا بنحمص اللبن البودرة نحنا نقلبه على طول لانه بيتلسع بسرعة وكمان النار تكون هادية تحته لغاية ما ياخد اللون الدهبي اللي انت شايفينه في الفيديو ده ابتدي بقى اطفي عليه النور وانقله للبولة اللي عشتغل فيها بعد ما حطيت اللبن البودرة في البولة اللي عشتغل فيها هدف لها باكو من القهوة وحضيف عليه كمان كيس من الدريمويب او الكريم شانتي وعليهم هحط كمان باكو من الكريم كارامل هندف لهم كمان ست قطع من الجبنة المربعات وعليهم علبة اسطة 125 جرام وهنحط لهم نص علبة من الحليب المكسف المحلة وربع كوباية من الحليب هندربهم بقى كويس دلوقتي بالمضرب الكهربائي لغاية ما يكون الخليط ناعم وما فيش فيه اي تكتلات من الجبنة او الاشطة يعني لازم يكون الخليط ناعم جدا كده الخليط الكريمي بقى جاهز معي زي ما انتم شايفين بيكون قريب لقوام الكريم شانتي هبتدي بقى احطه في كيس حلواني عشان يسهل علي ان انا احطه في الكسات ويكون كده شكلها منظم دلوقتي بقى انا جبت هنا بسكوت كوفي جوي اللي هو بالقهوة هبتدي افضي منه البسكوت وهخلي العلبة عشان هي اللي هحط فيها طبقات التشيز كيك دلوقتي هجيب اللبن لبن حليب عادي مفيش فيه اي اضافات هبتدي اغطس كده بسكوتة بسكوتة في اللبن الحليب واحطها في العلبة بتاعة البسكوت ودي هتكون عندنا الطبقة الاولانية بسكوتة من الكوفي جوي متغطسة في اللبن بحطها كده في العلبة وابتدي بقى اجيب الكريمة اللي حطتها في كيس الحلواني وهوزعها على كل بسكوتة من فوق كده لغاية ما تغطيها بالكامل عشان تديني الطبقة التانية بعد ما خلصتهم كده بحاول اسويهم كويس بالمعلقة عشان تكون الطبقة متسوية في البسكوت بعد ما خلصت طبقة الكريمة برجع اكرر تاني احط المرة دي بقى بدل بسكوتة بسكوتتين من الكوفي جوي متغطسين في اللبن الحليب هنخليتهم بسكوتتين بدل بسكوتة عشان تكون واضحة كده بين طبقات الكريمة لان البسكوتة الواحدة بتكون رفيعة وبعد ما بنخلص البسكوت بنرجع نعمل طبقة من الكريمة وتكون برضو تغطي كل البسكوت اللي عندنا وبعد ما بنخلص طبقة الكريمة بنعمل طبقة بسكوت تانية وبعدين اخر حاجة خالص طبقة الكريمة عشان نبتدي بقى نزينها من فوق انا تحنت بقى كمية من بسكوت الكوفي جوي عشان احطه على الطبقة الكريمة من فوق برضو بحط البسكوت المطحون لغاية ما يغطي كل طبقة الكريمة من فوق وطبعا تقدروا تستخدموا في الوصفة دي اي بسكوت بتعم القهوة متوفر عندكم المهم ان هو يكون بتعم القهوة دلوقتي بعد ما خلصنا كل العلب اللي معنا هنبتدي بقى ندخلها التلاجة اقل حاجة 6 ساعات وطبعا لو باتت لتاني يوم يكون افضل انا سبتها في التلاجة لتاني يوم عشان التبقات تتشرب من بعضها كويس جدا ويكون الطعم احلى دلوقتي بقى هبتدي اطلعها عشان نقدمها مع بعض طلعنا علب التشيز كيك من التلاجة وزي انتهى من فوق بحبات من الشوكولاتة على شكل قهوة وكمان معالق الشوكولاتة يعني اديتها كده شكل احلى في التقديم بجد يا جماعة مش عايز اقول لكم على جمال طعمها وكمان رحتها يعني الناس اللي بتعشع القهوة زي كده هتعمل لها جو خاص من الحلو ده بجد لازم تتجربوها طعمها لذيز وكريمي ومنعش جدا وطبعا الحلويات البردة معروفة ان هي كده بتكون لها مزاق خاص ودي كانت طريقتنا للنهاردة لتشيز كيك القهوة لكن بطريقة مختلفة كده عن الطريقة المتعرف عليها للتشيز كيك هستنى بقى تجربوها وتقولولي رأيكم فيها وتسعدوني كده بلايكاتكم والكومنتات بتاعتكم الحلوة اللي بتفرحني جدا وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو بتاعنا للنهاردة اللايك وشير مع صحفكم ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة كان معاكم صار عطية اشوفكم في وصفة جديدة باي باي